موسيقى حاتفنا لهذا اليوم هو راح يكون الأونر 9 سي بكل اختصار حتى ما يطول وقت الفيديو أو الحلقة نفسه هذا الهاتف هو يجي موجه الفئة الاقتصادية يجي بسعر منافس جدا سألوني على السعر عشوفونه جواب التعليقات أو بالوصف تحديثا للسعر يعني بما تنزل هذه الحلقة الهاتف يجي بدون تطبيقات جوجل يجي كل اعتمادة على الهواء ومباوي السيرفز اللي بكل اختصار يعني يدير لك أغلب المهام ولكن بكل بساطة تقدر تنزل تطبيقات جوجل تردو تعرفون طريقة أنطوني تعليقات جواب الحلقة راح نزلكم الطريقة كاملة البسيطة نقدر ننزل بيها الخدمات تصميم الهاتف ملفت للأنظار تصميم جذاب وعصري وبلمسات مختلفة نوعا ما يعني بحيث أنه أنت أول ما تلقي نظرة على هذا الهاتف وتشوفوا أنه هو أونر 9 سي مختلف نوعا ما من ناحية الباك كفرا والتصميم اللي هو منكسر نوعا ما لإشعاعات الضوء تصميم الهاتف كله من البلاستيك قدر الهاتف ميلي بلاستيك يترك بصمات بسرعة جدا كبيرة ولكنه تقدر تستعمل الحافظ أو الواقع اللي يجي مع الهاتف نفسه وهذا راح يتلافع بعض المشاكل من عدها أكيد حماية الهاتف نفسه واجهة الهاتف هي كلها عبارة عن شاشة تحتوي على ثقب بأعلى يسار الهاتف نفسه اللي تحتوي بدورها على الكاميرا الأمامية واللي ممكن يكون هذا الشيء حصري بالنسبة لأبعاد الهاتف هي 159.8 في 76 السماكة اللي هي أهم شغلة ممكن تلاحظها على هذا الهاتف هي 8.1 السماكة الخاصة بي وزن الهاتف خفيف جدا وهذا الشيء يعود للبولي كاربونيت اللي استعمت الشركة بتصنيع هذا الهاتف 176 غرام الشاشة هنا ناعدنا مستغلة الحواف بشكل بطل بصراحة معنى الكلمة إذا أجد حتى أركز على هذا الجانب من الجوانب من لعلى لكنه من الأسفل أكيد اللي حيئة اللي نسميها وهذه اللي ما يعرفها تصنيعيا أكو شيء اسمه فلات الشاشة نفسه فهذا موجود بأسفل الشاشة أنا تصنيعيا بما أنه أنا معرض للصيانة أكثر فعرفوا أنه هذه الحافة بمن تخدم الشركة نفسه الشاشة هنا ناعدنا IPS LCD بحجم 6.39 إنش بكثافة 720 في 1560 269 بيكسل في الإنش الشاشة هنا تجي بمعدل التحديث هو 60 هيرز بما أنه هذا الهاتف هو من الفئة الاقتصادية زاد أنه ما توجد بيط طبقة حماية القورلة غلاس اللي هي من الاصدار الخامس أو الرابع أو غير ولكنه كتقييمي لشاشة من الفئة الاقتصادية موجودة على هاتف منافس جدا سعريا بصراحة أشوفه أنه هي جدا كافية وكثافة البكسلات اللي موجودة هنانا روعة معنى الكلمة عندما تقربوا الهاتف أو تبعد عن العين حتشوف أنه الشاشة من بيكسلة والدقة اللي موجودة بيها تفاصيل الألوان اللون الأبيض هنا ممكن يكون هو أحسن شيء موجود على شاشات الآي بي اس عكس اللون الأسود اللي ممكن يكون يضرب خيالي بعض الأحيان إذا كانت عندك درجة ضعيفة وتستعمل هذه الهاتف عندما تقلبها لليمي وليسار شوف أنه بعض الإنعكاسات بالنسبة للنظام فهذا الهاتف يجي بأندرويد 10 مع واجهة EMUI الخاصة بشركة هواوي نفسها أو Honor اللي 10.1 الواجهة هنا تحسنته بشكل ملحوظ جدا كبير نظام الإيكو سيستم هنا حيدعمه هذا الهاتف وتقدر أنه أنت تنقل تفاصيلك من هاتف الهاتف آخر أو ممكن تستعملها مع الهاتف الميت باد برو اللي نزلتك قبل فترة موجودة عندنا على القناة أما بالنسبة الوحدة من النقاط القوة اللي موجودة هنا على هذا الهاتف وبصراحة استعملت شركة Honor معالج بطل معنا الكلمة 710A هو أكيد اللي هي سيكون كرين هذا المعالج بصراحة أنا استعملت على كذا هاتف أقدر لكم 8X أو 9X أو Y9 Prime Y9S كلهم تقريب نفس المعالج يمطيك أداء ممتاز ممتاز جداً انسى موضوع السخونة انسى موضوع اللاك انسى موضوع التقطع بلعبة وبجي اللي يعتبرون بوبجي فد معيار أساسي لأداء الهاتف أو السرعة الهاتف أما لو إجينا حتى نركز نحن نوياكم على الداكرة التخزين اللي موجودة بداخل الهاتف لأنه هي وحدة من عوامل الأداء والسرعة اللي ممكن تحفظنا على اتزان الهاتف نفسه الداكرة الداخلية هنا 64 جيجا بايت 128 ما موجودة الذاكرة العشوائية هنا هي 4 جيجا بايت وهذا الشي اللي يتحسن عن الجيل اللي سابق الجيل اللي سابق كان يجي بسعة 3 جيجا بايت فهذا من الشغلات اللي ممكن تكون هي إيجابية وتضيفنها لهذا الهاتف نفسه يستقبل مايكرو اس دي أو أضافة الذاكرة الخارجية اللي من خلاله ممكن أن تتسع الذاكرة الداخلية نفسها أما بالنسبة للحديث حول الكاميرات اللي موجودة فهنانا عدنا 3 كاميرات موجودة بالخلف بشكل تقليدي أكيد بدينا نشوف هذا الشكل هو موجود على أغلب الشركات زائد كاميرا أمامية موجودة هي بالثقب العصري اللي ينتجه مالي لهذا الهاتف الكاميرات الخلفية تتمثل بكاميرا أساسية 48 ميجابيكسل فتحة العدسة و 1.8 الكاميرا الثانية راح تكون 8 ميجابيكسل للزاوية العريضة هي راح تكون فتحة عدسة 2.4 الكاميرا الثانية راح تكون 100 ميجابيكسل هذه الكاميرا للعزل فقط أما بالنسبة للكاميرا الأمامية لكنه بصراحة عندما تجرب هذه الكاميرا أنا أنصحك أنه متاخذ الرقم اللي موجود بالكاميرات وهذه أنوح عليها أكثر من مرة بأغلب مراجعاتنا للهواتف نفسه لا تركزون على شيء اسمه أرقام دائما نجرب الهاتف حتى ما تنغدرون وما تنغلبون بأغلب الأحيان أما بالنسبة للإضافات فهنانا بالوتوز جيل 5 موجود أنه F-T موجود دعم شحن السريع موجود والحديث حول الدعم شحن السريع فهنانا عندنا بطارية موجودة بسعة 4000 ميلي أم بير غير قابل إزال أكيد ولكنه من الشغلات السلبية اللي ما حبيت تكون موجودة وهذا شيء ممكن يشفى على السعر الهاتف نفسه أنه منفل شحن المايكرو ممكن هذا الشيء الوحيد اللي يكون سلبي سلبي معنا الكلمة عندي بهذا الهاتف أما هو معد هذا فهاتف ممتاز بصراحة مميز ممكن من أول نظرة تلقيها عليها تحب هذا الهاتف من ناحية التصميم نفسه والأداء والاستقرار شكرا لشركة Honor على تقديم هذا الهاتف شكرا لشركة Honor لأنه قدمتها بهيك سعر منافس جدا كل ما كان لديه بالنسبة للأونر تسعة سيون التقحنا وياكم بحلقات قادمة إلى ذلك الحين في أمان الله